مبدعون في ميادين القتال والضبط والتدريب ومبدعون في الفنون والابتكارات والمواهب هكذا هم مقاتل جيشنا العراقي الباسل والمقاتل حيدر علاوي أحمد هو أحد هؤلاء المقاتلين المبدعين الذي ينتسب إلى أمرية المراسيم العسكرية ويعمل فيها حرفياً في قسم النجارة لكنه أضاف إلى اختصاصه الجميل جمالاً أكبر بتنفيذه عدداً من المجسمات الخاصة بالتدريب والشواخص الوطنية في عراقنا الحبيب المجسم الأكبر إرادة نوع من الدراسة فأنا ما يسعين الوقت الذي أدرس به فهذه الأعمال اشترك بيها الخلفة البناء واشترك بيها الحدات واشتركت بيها أنا يعني عمل مشترك مو بس أنا الوحدي هاي الجنود جبناها عبارة عن لون واحد لون أزرك فصبغناها لون صحراوي البدل الاحتياطية موات الجيش الأرمي ولوناها على حسب الوصول المجسمات اللي اشتغلت عدنا حسب الكراس وحسب القياسات وحسب الأبعاد لم يحتاجوا إلى أموالاً لإكمال إبداعاته ولم يجد صعوبة في تنفيذها لكونه يمتلك موهبة وإصراراً على عمل كل ما هو جميل يأخص مفردات جيشنا العراقي الباسل اللي أتمنى من وزارة الدفاع اللي تسلط الضوء على الطاقات اللي عندنا يعني عندنا طاقات بالقوات الباسلة العسكرية المسلحة عندنا هواي خبرات وهواي طاقات يعني بحيث ما مسلط عليها الأضواء ونريد من معالي سيد الوزير يعني يهتموا بهذا الجانب ويفتح لنا معرض ونشتغل به المعرض الحربي ونشتغل به كل الواقع اللي بالمعركة ويسخر الجيش العراقي بالمواهب والمبدعين من بواسله على امتداد رقعة انتشاره وواجباته في ربوع وطننا الحبيب وهذه واحدة من إبداعات المقاتلين التي تعكس صورة للجمال والتبيز بين صفوف جيشنا البطل لإعلام وزارة الدفاع فرح الطائل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر